نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفجرافات تسلط الضوء على خطط مصر لتعزيز جهود التصدي للتغير المناخي وتحقيق استدامة الطاقة في ظل استضافة مؤتمر كوب 27 وركز التقرير على جهود مصر للتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة مؤضحاً أن استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج للطاقة الكهربائية حيث من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2035 مقارنة بـ 20% من عام 2022 إثنين وعشرين